اهلا بيكم اهلا وسهلا بحضراتكو للكل لكل الشعوب العربية والشعب المصري تحديدا اللي لازم الانسانية ترفع له القبعة الشعب المصري اللي معجون بالقضية والشعب المصري اللي طول الوقت يقف جاهزا لنصرة اي شعب غربي او اي مجتمع انساني يغلب على امره احيانا يظلم احيانا يباد في احيان كثيرة والحقيقة اقدر اقولك كمان انه ترفع القبعة للاعلام المصري والقنوات الاخبارية المصرية وان كنت اخص بالذكر يعني جدا قناة القاهرة الاخبارية قناتنا الشقيقة الزميلة الصديقة واللي دايما نقول انه قناة القاهرة بتؤكد ان المسألة ما هياش فلوس المسألة ده ده والقناة اللي تقدم اعلام مهني الى ابعد الحدود الممكنة المتعارف عليها في مهنتنا المتعارف عليها في شغلتنا لكن لازم انت بتتكلم على قناة زي قناة القاهرة الاخبارية او القناة الاولى او اون تي في او سي بي سي او دي ام سي الى اخره وكل زملائنا الكرام كله ان الحقيقة يقوم بعمله على اكمل وجه والحياة طبعا اصدقائي الاحباء الا انه وانت بتبص على ده لا تملك الا انك لازم تبص على بعض المقارنات ما احنا برضو يا جماعة لازم نعرف هو احنا فين من وسط الاعلام الدولي والاعلام العالمي ولازم نشوف فين حرية الاعلام وحرية الصحافة في العالم بي بي سي هذه الشبكة الاخبارية اللي عمرها اكتر من خمسة وسبعين سنة بي بي سي التي طالما تتغنى بانهم ارباب المهنية هم يضعون كتاب الاعلام وعلى الكل ان يسير خلفهم ويحزو حزوهم بي بي سي الايقونة الكبرى في سماوات الاعلام العالمي ولا ايقونة ولا رمز ولا مهنية ولا حرية دعاة الحرية خدوا قرار ان يتنصلوا من المهنية والحرية وحق الانسان الكامل في حرية الرأي والتعبير الله بس يوسف بي بي سي النطقة بالانجليزية غير بي بي سي النطقة بالعربية يا راجل هيا اتشاهد دائما بي بي سي النطقة بالعربية تتحدث دائما عن الحريات في العالم العربي حق الانسان في حرية الرأي والتعبير والنشر الاخي 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 الاخ بجد ايوة بجد هو انت يوسف ما بتتبعش لا انا بتابع بس ان الحقيقة بشوفه انه كأنه اعلام عدو ناطق باللغة العربية لان انا عندي تحفظات كتير لا سبنا من تحفظاتك يا يوسف طب ما تيجي اقول لك ايه رأيك في بي بي سي دعاة الحرية اللي بيحققوا مع الصحفيين بتوعهم اللي بيشتغلوا جوة مؤسستهم لمجرد انهم ابدوا تعاطفا مع القضية الفلسطينية خد بالك انا جايب لك وده الحقيقة يهلك من الدحك ها ارتس صحيفة صهيونية من الداخل نشر ده اما المركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيدين قرار هيئة الاداعة البريطانية بي بي سي لانها تحقق مع ستة من صحفييها العرب في مكتب القاهرة وفي مكتب بيروت طبعا ده بالاضافة لوقف التعامل مع صحفية اخرى مستقلة بدعوة ان لها نشاطا متحيزا لفلسطين على مواقع التواصل وان هذا يخالف الاجراء او ان هذا الاجراءات تخالف المادة 19 من الاعلام العالمي لحقوق الانسان لازم حقوق الانسان في النص برضو خد بالك ما انت لو ما حطتش حقوق الانسان في النص يبقى انت كده بقى الله هتبقى مرمى هتبقى في مرمى النيران فلازم اقول انه ده حقوق الانسان بتقول انه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وان المادة 120 من قانون العمل المصري خد بالك والخاضعين ليه الصحفين المصريين اللي في مكتب بي بي سي القاهرة ما انا لازم احط لك حقوق الانسان بشان حقي هو انت مش طول الوقت بتقول لي حقوق الانسان طبعا انا كمان لازم اقول لك حقوق الانسان يا اخي انت بتقول لي نحن ندافع عن حقوق الانسان في حرية الرأي والتعبير اقول لك وانا كمان انا كمان من حق ان انا اتمسك بالمادة المادة 19 من الاعلان بتحقوق الانسان انا من حق اتمسك بالمادة 120 من القانون بتاعي حق ايه هو انا مش من حق اتمسك بالقانون ولا ايه هل انا مش من حق اتمسك بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواده ولا ايه انت بس من حقك وانا لأ تسمح لنفسك وتحجر علي بقى مرت ايه القانون بقى بتاعنا هنا على الارض المصرية انا ما بكلمكش على حاجة على الاراضي البريطانية على الاراضي المصرية جمهورية مصر العربية اهلا بكم انا القانون بتاعي يحول دون استهداف الصحفيين واستهدافهم على عدة اوجه وعلى رأسها الرأي السياسي ممنوعة وكذلك ممارسة صفة ممثل للعمال او سبق ممارسة هذه الصفة اذا اللي عملته بي بي سي هو خرق لقوانين العملة اللي في مصر والقوانين المهنية المتعلقة ده ادي واحد اتنين اللي عملته بي بي سي هو خرق لاي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومدته رقم 19 اللي عملته بي بي سي اللي عملته بي بي سي هو الخرق الواضح لمعايير المهنية اللي هم بيقولوها اللي عملته بي بي سي هو الخرق الحقيقي لكل ما تدعو إليه بي بي سي عن طريق إعلامها وبرامجها وصحفيها طول الوقت أنتوا وقعتوا في المحظور وفي الفخ اللي أنتوا نصبتوا لغيركم هو هو اللي عملته بي بي سي عملته برحسيا زي ما عرضنا قدام حضراتكم الأخ العمال بيكلم المراسلة اللي موجودة هناك وقعد عمال بيدي لها التعليمات انباطحوا عايز علامات الخوف الرهبة التوتر القلق عايزة كنت بتكلمي أسفاسك تبقى متلاحقة أنا عايزة المشاهد لما يشوفك يحس أن فيه ألأ وفيه خوف وأنك انت متعرضة لخطر داهم وأنه هناك قصف فلسطيني وأصل الفلسطين بيهددوك ورعبينكم إلى آخره تبقوا بيتصوروا لنا فيلم رعب شيء غريب جدا جدا يتحس اللي هو الله هو ده إيه ده بلاك هوك داون دا ولا إيه لا مش بلاك هوك داون ده مشهد عاملة سي أن أن بي بي سي بتحقق مع الناس عشان بتقول رأيها ده فيلم؟ لا 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 ده مش فيلم ده حقيقة شكرا شكرا